الأخ نبدأ بالأخ الذي سأل عن المولد على الوقت الآن هذا الوقت السؤال أولا لازم هل نحن هل نحن مقرون أنه لا يعبد الله إلا بما شرع هل نحن مقرون أنه لا يعبد الله إلا بما شرع هل نحن مقرون أنه ما يجوز نخترع عبادات من عندنا هل نحن مقرون أنه من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد هل نحن مقرون أنه لا يجوز أن نبتدع عبادات ما كان فعلها النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقررنا بذلك يأتي السؤال الآن المولد النبوي هل هو عبادة يتقرب بها إلى الله ولا هو عادة يعني مثلا يعني عنده في ناس عندهم عادة إذا نزل بيت جديد يسوي عزيمة مثلا عادة في العمل إذا واحد يعني صلوا ترقيا وزع حلويات على الزملاء في العمل هل المولد النبوي مثل هذه مثل توزيع حلويات في العمل لأنه في واحد جاته ترقيا الجواب لا والذين يعملون المولد يكررون بهذا يقول لك أنا بعمل المولد أتقرب إلى الله أنا بعمل المولد عبادة أنا بعمل المولد طاع يعني بعمل المولد أبغى حسنات ما بعمل المولد مثل واحد مثلا عنده بيت جديد نزل فيه فهو يوزع يعني يعزم ناس لأنه بيت جديد ولا نحن عادتنا في الأعراس أنه مثلا أهل الزوج يجوا يأخذوا الزوجة من بيت أهل لا هو الآن عاملها على أنه عبادة فنقول إذا أقررنا أن اختراع عبادة حرام ويأثم عليه الإنسان وبدل ما يأخذ أجل رح يأخذ سيئات نأتي الآن إلى مولد النبوي هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولازم يجاوب على السؤال الذي يحتفل هل احتفل عليه الصلاة والسلام بالمولد النبوي جمع أصحابه مثلا وسو قصائد وعملوا عشا ويعني هل عملوا هذا طيب أبو بكر الصديق لما صار خليفة وله الأمر يعني له الأمر والنهي عمل مولد أبو بكر الصديق طيب عمر لما حكم يعني 13 سنة عثمان سنوات طويلة حكم كل سنة كان يعملوا مولد الصحابة يحبوا الرسول أكثر منه صحوا لا لا صلى الله عليه وسلم عملونه مولد سنوي كانوا كل سنة الصحابة يحتفلوا يقرأوا قصائد أو سيرة أو يعني في اليوم 12 ربيع الأول يحتفلوا ويوزعوا مثلا حلويات وأكل مثلا أو بعض الناس يعملوا مثلا إيش يعني طبل دف مدري إيش أغاني يعني أناشيد هل هذه قصائد تلحن قصائد تلحن هل كانوا يعملوها ولازم نجاوب صح علي رضي الله عنه بعد الخلفاء الراشدين طيب أبو حنيفة كان يعمل مولد الشافعي كان يعمل مولد مالك كان يعمل مولد مالك كان يعمل مولد الإمام أحمد بن حبل كان يعمل مولد هل المولد من الدين إذا كان من الدين أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال احتفلوا بميلادي احتفلوا بمولدي تقربوا إلى الله بمولدي إذا قلت أنه هذا من الدين وما أخبرنا به يعني كتم العلم وهذا اتهام خطير للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كتم العلم وما أخبرنا ومات وما أخبرنا أن نحتفل بمولدي وإذا كان ما أخبرنا وما فعله ولا أصحابه إحنا ليش نفعله وبأي حق نفعله فإن قال لك قال يا أخي نحن نذكر السيرة نقول عندك طول السنة ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوم السنة الهجرية ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوم كل يوم اقرأ سيرة كل يوم اجمع ولادك اقرأ سيرة كل يوم اجمع بس هذا طبعا ما عنده بقضية قراءة سيرة لا يجيبوا قصيد البوصيري وأبيات الشرك يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك يعني حتى نسوا الله ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يعني صار عم الغيب من علوم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تركوا لله ولا يعلم الغيب إلا الله طيب الآن قضية الحلويات هذه قضية الحلويات بعض الناس يقول يعني طب نوزع حلويات نقول يعني توزيع الحلويات هذا ما ظهر من مظاهر الاحتفال ليس كذلك طيب نحن قلنا بأننا لن نحتفل بعيد بدعي لن نحتفل بعيد بدعي طيب